بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 8 Part 10 Calculate the deflections هنا نتعلم إزاي نحسب deflections والdeflection هنا عندي حاجتين اللي هو بنسميه immediate deflection ده بمعنى اللي هو deflection at short term بمعنى ان احنا مجرد المنبر اللي عندك يتحمل بالدد والlife فبيحصل عندك deflection او deflection نتيجة sustained load وده بيحصل على long term واللاحظ هنا وإحنا بنحسب immediate deflection ان بنحسب نتيجة dead loads on factors يعني ما بنضربش اللود في factors according to ACI نفس الكلام بالنسبة للlife load طيب في حالات شهيرة ممكن نستخدمها بسرعة كده في حسابات deflection يعني مثلا لو انا عندي camera simply supported وعليها uniform load دية معادلة deflection او قيمة deflection عند center center طيب لو اللود دوت على شكل مسلس دي المعادلة اللي تقدر تحسب بيها deflection عند اي نقطة اللي احنا بنسميها X مجرد بتعود بقيمة X بقيمة load اللي اي اللي اي تقدر تحسب قيمة deflection اي دي المعادلة بتاعتك المعادلات دية بتسحل عملية الحسابات بتسحل عملية الحسابات طيب لو عندي two loads والمسافة هنا متساوية نفس الكلام لو انا عندي cantilever والload عندي موجود في نص المسافة دي المعادلة بتاعت حساب deflection